بعد أن أشعلت ضربة طهران على منطقة بلوشستان الباكستاني الحدودية قضب إسلام أباد والتي رح ضحيتها مدنيون من بينهم تلك الالتقاط الأخيرة لطفلين من بين الضحايا جاء الرد الباكستاني بالصواريخ على مناطق في بلوشستان الإيرانية مدوياً بانفجارات جنوب شرق إيران حرب الفعل ورد الفعل التي وصفها خبراء بالمواجهة الباليستية صعقت أوساط الخبراء العسكريين في المنطقة من حيث المقارنة بين القوتين الإيرانية والباكستانية ومن حيث الجرأة التي كشفتها مشاهد طائرات باكستان في أجواء إيران البيان الرسمي للجيش الباكستاني حمل رسائل تهديد من العيار الثقيل إذ كان الخطاب مباشراً لإيران وبلغة الرد المباشر كما فعل الجيش الباكستاني فإنه وجه ببيانه إلى طهران تحذيراً بعدم محاولة العبث في أمن إسلام أباد ولو بمجرد إصبع يمد عليها فستقطعه ولو كانت الإشارة على ضربات جوية وصاروخية إلا أن تمدد العمليات الإيرانية ضد العراق وباكستان أدرجته تركيا إلى مرتبة القلق من التصعيد الأمني الذي يشنه الحرص الثوري دون قراءة المشهد في المدى القريب أو البعيد بما يفتح بوابة عنف إقليمية تبدد جهود الاستقرار واحترام سيادة الدول وإلى أبعد من ذلك ورغم محاولة صينية للتهديئة بين إيران وباكستان إلا أن الأخيرة قالت كلمتها برسائل عملية على الأرض والتي وصفت بالحدث الذي يمثل جملة ذحذيرات لطهران توجب الذهاب إلى خيارات أخرى بعيدة عن تلك التي تعتذي من خلالها على احترام الموثيق الدولية وتنتهك سيادة وأمن الدول لأ